كيف يتعامل الوالدان مع الطفل عندما يسمعان منه السباب والكلمات النابية بسبب اختلاطه مع المجتمع وليس بسبب البيت حقيقة هو كما ذكرت في اللقاء الماضي أن ما يتلفظ به الابن ويتفاجأ الوالدان ليست هي الكلمة الوحيدة التي سمعها الابن وإنما كنت سمع كثيرا من الكلمات وعبر عن بعضها فلا تتفاجأ في الاتيام بمثل هذه العبارات أو هذه الألفاظ لكن ينبغي للأب أو الأم أن يوجه الابن أن هذا خطأ ينبغي أنك لا تقول حتى بغير تعنيف لأنه بالتعنيف يختلف أولا من حيث السن لأن في بعض الأعمار قد يكون يأتي بها عنادا أما من سن الخامسة فصاعدا الخامسة سالسة سابعة ممكن أن يزدقر بيعني التنبيه أو التقريع أو توجيه هذا الابن بخلاف الصغير الصغير قال المربون أن لا يعر اهتماما يعني لا يتعيره اهتماما تسكت عنه ولا تضحك له في تلك الكلمة الكلمة التي يأتي بها لا تضحك له ولا تكررها ولا تقول إيش قلت يعني لا تدعه يكررها وإنما كأنك لم تسمع تلك الكلمة منه ترجمة نانسي قنقر